أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد مفيش شك أن التوتر اللي بنعيشه والضغط العصبي بقوا للأسف ظاهرة موجودة وكلنا تقريباً بنعاني منها بس بدرجات مختلفة بسبب متابعتنا المستمرة للأحداث المؤلمة اللي بنعيشها واليومين دول إزاي ممكن التوتر والضغط العصبي يكون ليه تأثير على صحة البشرة والشعر ويهي الأمراض الجلدية اللي ممكن تحصل لنا ده اللي هنعرفه من دكتور عاصم فرج أستاذ الجلدية والتجميل أهلاً بحضرتك دكتور أهلاً بيكو أهلاً بيكو فعلاً هو إزايك يا بعملي إزايك أنت منور الدنيا وحمد الله على السلام هو كلنا متوترين طبعاً وكلنا عايشين الأحداث دي مؤثرة وبالذات بقى موضوع إنها بقتتأثر على أعضاءنا بشرتنا صحتنا فهل في أمراض جلدية ممكن تظهر معنا بس هو عايزين نقول فيه توطر عنيف وفيه توطر فجائي وفيه توطر مستمر تركومي ومستمر كل واحد من دول بيعمل حاجة يعني أنا كنت أتمنى أن الدكتور جدنا في السايكاتري إنما توطر أنا بيجيلي كتير من الإخوة الفلسطينيين اللي هم في مصر علشان قالوا لي ده أنا بناته هنا ومهناك ومتاع اللي هم في مصرح يا حافظي اللي هم في مصرح اللي هم في مصرح لدينا ندخل حاجات مهدئة في علاجاتنا لدينا ما كناش بنعملها خالص ولا بحبها إنما بلاش الصدفية ماشي عادي بتتعالج عادي ابتدى في السترس الديلي استرس ده بنسميه شدة العصاب اليومية شدة العصاب اليومية بجانب ده هنلاقي إيه بيحصل لها فلير بيبقى في عزين نزود كلمة كده هنا في الأيام دي عشان الناس تحفظها تهيج فلير يعني تهيج أكتر حاجة بتتهيج عندنا تهيج ما بعد تهيج الأتوبيك درماطيس أو الإجزيمة التأتوبية أو جفاف الجلد يبتدي يهرس في كل حتة حتى هي اسمها إيه هي اسمها إيه يورو درماطيس أو إيجزيمة عصبية يعني كل حاجة عندنا النوم بتاحها أو الأجيك بتاحها عصبية يعني مرتبطة بالحالة النفسية طب صدق بقى دكتور إن أنا فعلا للفترة الأخيرة كمية الحمول العمالة تطلع لي في وشي وحب الشباب وإنت قلت ده من التوتر من التوتر أيوة التوتر ونوعه فهنرجع تاني نقول إن الإيجزيمة العصبية أو التأتوبك درماطيس أرجوهم أرجوهم يبتدوا هنزود ترانكلايس يعني إيه هنزود مهدئات هنزود إحنا محبهاش ونمضد الحساسية اللي هذيك بتدهون لنا علشان الدنيا تهدأ علشان يعرف يقول دي سببها إيه إنما هنقول تاني وثالث ورابع حب الشباب بيتهيك بيتهيك جدا في التوتر هقول لكم حاجة عشان بس مع الفارق ليلة الامتحان أو الشهر اللي قبل الامتحاد في الطلبة كلها تلاقيه وشه ده ضرب من حب الشباب اللي كان بيهرش عادي يقطع نفسه من الهرش ليه التوتر بتاع ما قبل المحاق إيش حالك بقى ده بقى عايشين يوم بيومه الأخبار ناس بتاع فكل الوفاة وكل دي بتعمل دامج وندخل لد الاسترس الكبير أو الشعر في وقاية قبل ما تيجي الإجزيمة دي في وقاية نعملها أو حاجة والله يا مونة أنا عمالة فكر زي ما أنت بتقول كده عادت فكر إنما هي أنا شعر أنا شعر إيه اللي حيحصل لو الحد لو شخص بارد هو كده عنده وقاية يعني أنا هو كده فايه في ناس عندها آآ 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 أشخص يعني أنا بس يعني بين قصيت يعني في ناس عندها ايه فهو في حاجة نعم وبلغ الاندفرة دول سموهم كده على فكرة اندفرة دول دنيا تولع الدنيا تعمل بتاع بيوم داخل نايم نعمة نعمة من نعم ربنا عليه إنما 99% من الناس شعرهم يقع. اول رأكشن يحصل ان شعره يقع. هو دول اللي احنا بنقول عليهم ضروري ان اديهم حاجات شامبوهات حتى بيقولوا عليها تسوزنج ترايكو دول. حاجة في الوش الاجزيمة العصبية دي اللي بتيجي. ضروري نعمل الدرماكتف الريبير. ده يعني. بس ساعات الرأكشن غريب جدا. ان اللي هي كان بتحط تدير مكتب هوايت عشان تفتح باشرسة ده يبتدي يلهبها. ما كانش بيعمل كده. ما كانش بيعمل كده. فاحنا نتوقع حاجات تغيرات في تفاعلنا للكريمات. تفاعلنا للدواء. الرياكشن بتاع المرض اتغير خالف. يعني الرياكشن بتاع. وما منعرفش هيضرب فيل. علشان الهرب الزوستر اللي حزام الناري. بقى دلوقتي حاجة صعبة. يعني مش حاجة صعبة. برضو متهيج. الهربز ده في حوالين البقى بتاع. متهيج متهيج. بيحس. وبنجيش بعدوى يا دكتور. الايه? الهربز او. اه ده معضي. ده غير العدوى. اه. معضي. بس حاجة تاني اكتر حاجة عندنا في شغلتنا مع التهيج الإجزيمة التأتبية. اه الشعر. اه. السعلابة اللي هي كانت بتطلع له مرة ولا ايه? وحنروح بعيد ليه? الارتكارية. الارتكارية دي. بعد ما كان بتطلع له مرة كل ستة شهر. مرة كل فين. ده دلوقتي يومي. تنتشر. وتبتدي. مين اللي قابل ان يجيله ارتكارية كتير يا دكتور? اللي هو مش عاملها كنترول. مش عامل عليها كنترول. علشان كده السؤال برضو تعامونا برضو نفكر فيه. يعني هالكبار السن مثلا هالصغيرين. هو اللي هما اللي بيأكلوا اكل مش اللي فيه مواد حافظة كتير. اه. وقلت لنا الكلام ده فعلا نعمل كده. بريزيرفاتيف. عشان كده البرزيرفاتيف فريد فود. بالراحة شوية بالراحة شوية. وانا كنت لسه بتكلم مع الشيف محمود. هو فيه اكلات مهدئة للاعصاب. وفيه اكلات توثير الاعصاب. اه طبع. فيه اهمونا قالت اه طبع. اه طبع. يعني انا حتى انا حتى اغششه وهو يغششني. فالاكل طعمه حلو بيهدي الاعصاب. الاكل طعم ووحش بيهدئ الاعصاب. هل الموالح والسبيس فود. والحاجات دي حلوة بس بتجنت. يعني ايه بتخلي الواحد بيبقى. محيط. انما اخدوا بالكو تاني. لو انا بقى بتسرح بالفرش. ولقيت فرشتها بدل ما فيه مية. ولا عشرين في اليوم. لقيت فوق الميتين. ده استرس انديوست. يبقى كلمة جديدة. كلمة جديدة بينكم. هنقولها استرس انديوست روزيشيا. استرس انديوست حب شباب. استرس انديوست استرس انديوست. يعني كتير جدا جدا جدا. يعني كل اللي انا عمال اقوله ده. غريب جدا. غير منطقي. طيب. احنا دلوقتي بس ندي بريقة امل للمشاهد. احنا قلنا طريبا كل الاعراض اللي ممكن تجلنا نتيجة الحلل النفسي المتوترة اللي عايشينها. طيب. والوقاية ممكن ما تبقاش سهلة. العلاج بقى. للحبوب لسقوط الشعر. انا انا بقولك روشيته اختلفت. ولأول مرة روشيته تختلف. احنا هنروح بعيد ليه يا جماعة. ده اللي فراحة بعد شهر. شهر. يعني اللي فراحة بعد شهر. بتتوتر وشايدة. بتطوعة تشد جلدها. بتطوعة بتعمل كده. بتطوعة تشد جلدها. بتطوعة بتعمل كده. حاجات كده. انما متخافش يا بنت اهدي بتاع انت زال امر بتاع. ده 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 ده. ايه الحماتي. مش عارفة ايه حماتي. بتاع حاجات كده. انما ده بقى ده البتاع اللي هي عارفاه. اه. انما الخبر اللي انت مش عارفاه هو ده اللي التراقب نفسه. اه. بيبهدل الدنيا. توتر ويزيد اكتر. الستريس ما هياش ما هواش كورة. ما هياش ماتش. ما هياش فرح. مش جوازة. لا مش جعلها رايش. دي او دي اصلا. الحياة جواز يا دكتور. وعروسة الا. طيب لما في سؤال من اذهب على صفحتنا بيقول لك سبب ظهور شعر ابيض للطفل عنده عشر سنوات. ده وراسي. بيبقى وراسي اكتر. بس انا عايز اوبرنايت. هقولها هو دي حلوة دي. اوبرنايت اوبرنايت. لواحد فوق الادلت. يعني بالغ يعني. ممكن تبقى. اللي هو فجأة صحي لقى شعره. اه هي او هو. اه. وليه البهاء. البهاء رغم ان انا قلتلكو علاجات جديدة والريكس وطوب وا 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 وا. كل دول كل دول بدون استثناء. دي الناس بتوقفني في الشارع عن موضوع ده دكتور عاصم قال في علاجات جديدة نازلة مصرع عشان. والله يا ما شاء الله. اه. 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 ده فعلا بي. انما شوف ازاي. كان الاول بيخف. في مدة شهر شهرين ثلاثة. الدنيا حطوط. يا جماعة ضروري نضيف. اه. 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 حاجات مهدئة للأعصاب. مها مش ممكن. اه. لان انا ما قدرش اقول لحد ما تتفعلش مع الاخبار. بالضبط. ما مقولش لحد. اول ما تتقرقدش اتقرقط في ضوافرك. ويقول لي. اه. يبقي. اه. اه. وبعدين الميديا وانتو اسزت الميديا بقت رهيبة رهيبة اي حد عنده انسانية حيتقصر طب حياتك ما قلت الناشلة لو الشعر الابيت دوي راسي عند الطفل قبل ما هيبت قول سؤال لا ايه علاجه ايه عشان مع علاجه ده ان احنا نعالج الشعر هل ممكن الحتة البيضة دي او الجزء اللي بيتلون اه بيتحسن بعد شوية بيتحسن بعد شوية هل ممكن الشعر يقع نتيجة التوتر اه طبعا اه طبعا ده 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 مية المية ده ده يعني اجزاء في حياتي ده هي هي اجزاء فعلا انما هي بس المرة دي مش اجزاء مش استرس وبعدين الواحد ياخد بعضه يروح فرج على فيلم يرجح هادي لا يعني احنا التراكب ده انما فيه حاجات في الشعر اه اساس الشدة الاعصاب حاجة اسمها التيتي ام اه اللي هي نفت الشعر كده نتف الشعر العصبي ده بقى بعد ما كانت بتنتفلها خمس دقايق في اليوم بتشيل بقى كتير بكسرة بيعمل مشكلة طيب فيه اه من حاجة اللي اخد اكبر قادمة لسئلة اللي مشاهدين فيه حد بعد تلنا بتقول لحيك انا اديت ابني ده وبالغلط اثر ان هو بيوقع له شعره وسبغ له سنينه ده ليثيوم ليثيوم الاسبغ السنان ده حاجة منقونات الليثيوم وهي اهوية متأسف مش حلبها يعني ما تصح صح يعني شوية يعني تدي ابنها غلطة يعني ما تركزه ايه لا لو كانت نايمة يعني وما ايه الادوية مش كتيرة اوه انما انا هصد تاني وتالت ورابع ده فترة ما تخافش ده فترة فترة صغيرة جدا حيبس هتستنى على الشعر ده اكتر من ستة شهور يبتدي دورة جديدة دورة جديدة تطلع شطرة طيب فيه سؤال خاص بجلدية اوستاذ علي النمر بيقول ازاي بيسلم على حضرتك والبرنامج المحترم وسؤال يعني الزوايد اللحمية في الجسم وخاصة عند الرقبة والعنق هل ليها علاج واسبابها ايه بس السؤال ده حلو من استاذ علي ليه سكين تاجز دي سكين ده زوال دي ساعات لها علاقة بالسكر يعني ولها علاقة بامرات داخلية فعلا اه يعني انا اللي عايز اقوله مرة واثنين وثلاثة واربعة لو ظهرت كتير مرة واحدة لو ظهرت كتير مرة واحدة في الرقبة بنقلق شوية ان يكون فيه اندرلاينج ديزيز يعني ايه اندرلاينج ديزيز يعني فيه حاجة عملتها فضروري نعمل تحليل السكر والبنكرياس والكبد وبعد كده نعيش مية المية هنا اندرلاينج ديزيز يعني مرض دي احنا مش عارفين ان هو موجود ايوه على فكرة كويس ان انتي قلت دي من الاستريس فاكتور اللي هي بتعملها تظهر امراض ما نعرفهاش اوه هتظهر مرض انا ولا واخد دي كتكامنة او ساكنة وملهاش اه لان احنا عاملين كنترول عليه بثبات الاعصاب مناعة عالية ثبات الاعصاب عاملين ولا الهواء والرياضة والاكل الصحي والنوم كويس الحاجات دي وشاب المية ممكن نقوم مية طبعا انما اول ما الاستريس زاد مناعة تنزل هتلاقي الدنيا المناعة وا 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 ابتدت تظهر سكوط المناعة او سكوط السبات النفسي بيبهدل الدنيا دي نعمة اه فهدية عشان كده انا ساعة احسن الناس اللي هم بتقول الاندفرندون اللي هو يا ابن اتأثر يا ابن يا حبيبي لا طبعا لازم ده ماكب كلنا بنتعطق بنتعطق ما انفعش خاطر صحيح في ناس يعني اللي يصلي ويجتاع ويهدي عصا ويقرأ قرآن كل الحاجات دي عوامل انما اي حد يلاقي في الشعر ده بالناس بتسأل ترمش في ناس بتسأل حاجات في الشعر او في الجن هرز زيادة شد شعر وزيادة ده كده وطبعا مش هنزعل حضرتك الفقرة اللي جاي عن النفسي وازاي نتعامل كويس في الفترة الصعبة دي ونمر بيه نلحق نفسنا بقى النخيات هيكون بنشكر حضرتك الاول طبعا بترعس نفرج أستاذ الجلدية والتجميل نورتنا وبعد الفاصل وزيادة دكتور رانيا ممدوح أو أستاذة مساعدة طب النفسي بجامعة عين الشمس بعد الفاصل ننتقل